وبكل صور البهجة والشوق استقبلت جموع المسلمين حول العالم عيد الفطر المبارك بعد صيام أيام شهر رمضان الفضيل نعم ريم عيد الفطر المبارك يمتاز بمظاهر فريدة من نوعها يحييها شعوب دول العالم الإسلامي احتفاءا بالعيد السعيد استقبل المسلمون في بقاع العالم الإسلامي بكل بهجة وشوق عيد الفطر المبارك الذين يحتفلون به بعد أن أتموا صيام شهر رمضان الفضيل حتى يحرص المسلمون على الاستمتاع بأيام العيد عبر مظاهر وعادات خاصة بكل بلد ففي المملكة العربية السعودية تأخذ مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المأخذ التراثي كما تستعد العوائل لاستقبال الضيوف من الأهل والأصحاب وكذلك زيارة الأرحام وتقديم العديد من المأكلات التراثية التي يجتمع على مائدتها أفراد العائلة أما فوالة العيد هي أبرز ما يميز مظاهر الاحتفال في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن مائدة كبيرة تجمع بين الأهل والأحباب والأصدقاء كما تستعد المرأة الإماراتية للقيام بأحلى المأكلات التراثية إلى جانب إعطاء العيدية للصقار والكبار كعك العيد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية حيث تستعد النساء لعمل الكعك بأشكاله وأنواعه المختلفة وفي دولة فلسطين يحرص المسلمون على أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى الشريف وصناعة المأكولات والحلويات الفلسطينية وفي تونس الخضراء تحرص العوائل التونسية على تحضير أكلة السمك المملح التي يجتمع عليها أفراد العائلة ولعل من أبرز المظاهر أيضا هي عادة حق الملح حيث يقدم فيها الرجل لزوجته هدية ذهبية للتعبير عن تقديره لها لما قدمته من تعب خلال شهر رمضان الفضيل ترجمة نانسي قنقر